الدرس الرابع أطرح بالزيادة واحد أتم بالكتابة المناسبة في كل مرة ثمانية وعشرون ناقص أربعة وعشرون تساوي أربعة ولمعرفة أعداد العملية الموالية نقوم بزيادة أربعة لكل من العدد ثمانية وعشرين وأربعة وعشرين مثل ما هو مطلوب وكذلك هو الحال مع بقية العمليات الموالية أربعة وعشرون زائد أربعة يساوي ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون زائد أربعة يساوي اثنان وثلاثون إذن اثنان وثلاثون ناقص ثمانية وعشرون يساوي أربعة ثمانية وعشرون زائد ثلاثة يساوي واحد وثلاثون اثنان وثلاثون زائد ثلاثة يساوي خمسة وثلاثون إذن خمسة وثلاثون ناقص واحد وثلاثون يساوي أربعة واحد وثلاثون زائد ستة يساوي سبعة وثلاثون خمسة وثلاثون زائد ستة يساوي واحد واربعون إذن واحد واربعون ناقص سبعة وثلاثون يساوي أربعة اثنان، ألاحظ الكتابات التالية وأتم بما يناسب لمعرفة الخطوة المعتمدة للحصول على الكتابات العددية في كل مرة نقوم بطرح أعداد الكتابة العددية لكل عملية من الكتابة العددية السابقة لها الفرق بين العمليتين الأولى والثانية 41 ناقص 35 يساوي 6 37 ناقص 31 يساوي 6 أيضاً إذن، 6 هو الفرق بين العمليتين الأولى والثانية الفرق بين العمليتين الثانية والثالثة 35 ناقص 32 يساوي 3 و31 ناقص 28 يساوي 3 إذن، 3 هو الفرق بين العمليتين الثانية والثالثة الفرق بين العمليتين الثالثة والرابعة 32 ناقص 28 يساوي 4 28 ناقص 24 يساوي 4 أيضاً إذن، 4 هو الفرق بين العمليتين الثالثة والرابعة والآن نقوم بحساب كل عمليات الطرح 41 ناقص 37 يساوي 4 35 ناقص 31 يساوي 4 32 ناقص 28 يساوي 4 وأخيراً، 28 ناقص 24 يساوي 4 لتصبح جميع الكتابات العددية على النحو التالي 3 أكتب العدد المناسب مكان كل نقطة 47 ناقص 23 يساوي 24 47 زائد 3 ناقص 23 زائد نقطة يساوي 24 47 زائد 3 يساوي 50 50 ناقص 23 يساوي 27 ولمعرفة العدد الناقص، نطرح النتيجة 24 من 27 27 ناقص 24 يساوي 3 وبالتالي، تصبح الكتابة الطرحية على هذا النحو 47 زائد 3 ناقص 23 زائد 3 يساوي 24 47 ناقص 3 ناقص 23 ناقص نقطة يساوي 24 47 ناقص 3 يساوي 44 44 ناقص 24 للحصول على العدد الناقص، نقوم بطرح 21 من العدد 24 24 ناقص 21 يساوي 3 بالتالي، تصبح الكتابة الطرحية كالآتي 47 ناقص 3 ناقص 23 ناقص 3 يساوي 24 47 زائد نقطة ناقص 23 زائد 20 يساوي 24 و 47 ناقص 23 يساوي 24 مع العلم أننا إذا أضفنا أو طرحنا نفس العدد لكل العددين في نفس الكتابة العددية، فإن نتيجة الكتابة العددية تبقى نفسها، أي 47 زائد 20 ناقص 23 زائد 20 يساوي 24 47 ناقص نقطة ناقص 23 ناقص 10 يساوي 24 47 47 ناقص 10 ناقص 23 ناقص 10 يساوي 24 24 كل كتابتين في نفس السطر تمثلان نفس الفرق أتم العدد الناقص في كل مرة 58 ناقص 35 تساوي 53 ناقص نقطة 76 ناقص 24 تساوي 96 ناقص نقطة 150 ناقص نقطة تساوي 153 ناقص نقطة وأخيراً، نقطة ناقص 120 يساوي 230 ناقص 150 58 ناقص 35 يساوي 53 ناقص نقطة 58 ناقص 35 يساوي 23 ولمعرفة العدد الناقص نقوم بالعملية التالية 53 ناقص نقطة يساوي 23 53 ناقص 23 يساوي 30 إذن 58 ناقص 35 يساوي 53 ناقص 30 76 ناقص 24 يساوي 96 ناقص نقطة 76 ناقص 24 يساوي 52 96 ناقص نقطة تساوي 52 لمعرفة العدد الناقص نقوم بالعملية التالية 96 ناقص 52 يساوي 44 إذن 76 ناقص 24 يساوي 96 ناقص 44 150 ناقص نقطة يساوي 153 ناقص نقطة لمعرفة العدد الناقص في كلا الكتابتين نقوم بإنقاص عدد من الكتابة الأولى مع زيادة ثلاثة لنفس العدد وإنقاصه في الكتابة الترحية الثانية وذلك لأن 153 أكبر من 150 بثلاثة لذا عندما نقوم بإكمال العدد الناقص في الكتابة الترحية الأولى بأربعة فالعدد الناقص في الكتابة الترحية الثانية يصبح 4 زائد 3 يساوي 7 إذن 150 ناقص 4 يساوي 153 ناقص 7 نقطة ناقص 120 يساوي 230 ناقص 150 230 ناقص 150 يساوي 80 إذن نقطة ناقص 120 يساوي 80 أي لمعرفة العدد الناقص نقوم بالعملية التالية 120 زائد 80 يساوي 200 إذن 200 ناقص 120 يساوي 230 ناقص 150 150 5 كل كتابتين في نفس السطر تمثلاني نفس الفرق ألف أتم في كل مرة بعددين مناسبين 36 36 ناقص 20 تساوي ماذا ناقص ماذا 45 ناقص 23 تساوي ماذا ناقص ماذا 58 ناقص 32 يساوي ماذا ناقص ماذا مائة وستون ناقص خمسة وثمانون يساوي ماذا ناقص ماذا ستة وثلاثون ناقص عشرون تساوي ثلاثة وسبعون ناقص سبعة وخمسون خمسة وأربعون ناقص ثلاثة وعشرون تساوي واحد وأربعون ناقص تسعة عشر ثمانية وخمسون ناقص اثنان وثلاثون تساوي ستة وأربعون ناقص عشرون وأخيراً مائة وستون ناقص خمسة وثمانون تساوي مائة وخمسة عشر ناقص أربعون باء أشرح الطريقة التي اتبعتها قمت في كل بحساب الفرق بين العددين من ثم حاولت إيجاد كتابة طرحية يكون الفرق بين عدديها مساوي للعملية الأولى ستة أبحث في كل مرة عن كتابة طرحية أخرى تمكنني من حساب نفس الفرق بسرعة ستة وعشرون ناقص سبعة عشر وتسعة وعشرون ناقص عشرون يساوي تسعة قمنا بإضافة ثلاثة لكل العددين ثلاثة وعشرون ناقص خمسة عشر وثمانية وعشرون ناقص عشرون يساوي ثمانية قمنا بإضافة خمسة لكل العددين أربعون ناقص اثنان وعشرون وثمانية وأربعون ناقص ثلاثون يساوي ثمانية عشر قمنا بطرح عشرين من كل العددين ثلاثة وسبعون ناقص ثمانية وثلاثون وثلاثة وخمسون ناقص ثمانية عشر يساوي خمسة وثلاثون قمنا بطرح عشرين من كل العددين مائة وخمسة وعشرون ناقص ثمانون وخمسة وسبعون ناقص ثلاثون يساوي خمسة وأربعون قمنا بطرح خمسين من كل العددين سبعة سلمة أكبر من أختها مونة بسبع سنوات ألف أتم تعمير الجدول التالي يوم ولادة مونة يكون عمر سلمة بالسنوات هو سبعة وعمر مونة بالسنوات هو صفر الفرق بين عمريهما هو سبعة بعد ولادة مونة بخمس سنوات يكون عمر سلمة بالسنوات هو إثنى عشر وعمر مونة بالسنوات هو خمسة الفرق بين عمريهما هو سبعة بعد ولادة مونة بعشر سنوات يكون عمر سلمة بالسنوات هو سبعة عشر في الوقت الذي يكون فيه عمر مونة بالسنوات هو عشرة والفرق بين عمريهما هو سبعة بعد ولادة مونة بخمسة عشر سنة في الوقت الذي يكون عمر سلمة بالسنوات هو اثنان وعشرون يكون عمر مونة بالسنوات هو خمسة عشر الفرق بين عمريهما هو سبعة نلاحظ أن الفرق بين عمريهما يظل ثابتاً باء أحسبوا سن سلمة لما تبلغ مونة تسعة وعشرين سنة تسعة وعشرون زائد سبعة يساوي ستة وثلاثون سنة جيم أحسبوا سن مونة لما تبلغ سلمة ثمانية واربعين سنة ثمانية واربعون ناقص سبعة يساوي واحد واربعون سنة ثمانية أعد أمين هذه البطاقات التي عليها كتابات ترحية لثلاثة أعداد ثلاثة وخمسون ناقص سبعة وثلاثون ستة وخمسون ناقص سبعة وثلاثون ستة وخمسون ناقص ثلاثون ستة وخمسون ناقص أربعون ثلاثة وسبعون ناقص سبعة وأربعون ستة وسبعون ناقص خمسون ثلاثة وستون ناقص سبعة وأربعون ثلاثة وخمسون ناقص أربعة وثلاثون يريد أمين تلوين البطاقات التي عليها كتابات لنفس الفرق بلون واحد أساعد أميناً على تلوينها الفرق بين ثلاثة وخمسون ناقص سبعة وثلاثون هو نفس الفرق بين ثلاثة وستون ناقص سبعة وأربعون وهو أيضاً نفس الفرق بين ستة وخمسون ناقص أربعون إذن نلوينهم جميعاً بلون واحد الفرق بين ثلاثة وسبعون ناقص سبعة وأربعون هو نفس الفرق بين ستة وسبعون وخمسون وهو أيضاً نفس الفرق بين ستة وخمسون وثلاثون إذن ألوينهم أيضاً بلون واحد وأخيراً الفرق بين ستة وخمسون ناقص سبعة وثلاثون وثلاثة وخمسون ناقص أربعة وثلاثون هو فرق واحد إذن ألوينهم بلون واحد تسعة لسلما ستمائة وخمسة وسبعين مليماً ولأخيها هشام مبلغ مالي يفوق بمائة وخمسين مليماً ما تملكه سلما ألف أحسب المبلغ المالي الذي يملكه هشام ستمائة وخمسة وسبعون زائد مائة وخمسون يساوي ثمانمائة وخمسة وعشرون مليماً باء شرى كل من هشام وسلمة قصة بثلاثمائة مليماً هل تغير الفرق بين ما تملكه سلمة وما يملكه هشام؟ لماذا؟ لا لم يتغير الفرق بين ما تملكه سلمة وما يملكه هشام لأن ثمن القصة الذي قمنا بخصمه من كلا الطفلين هو نفسه بخصوص